ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله بل سيارات المستوردة بل جميعها التي سيتم بيعها في المملكة ستستهلك فقط البنزين أي لصانس بدل الديزل المازوط دون أن يكشف تحديدا عن الجدولة الزمنية التدريجية للعملية وضف المتحدث أنه عكس ما كان في الماضي حيث كان المستهلك يملك خيارين إما الديزل أو البنزين فسيصبح خيار المستهلك محصورا في البنزين وذكر أن المستهلك يمكنه أيضا اقتناء السيارات الكهربائية قبل أن يعود ويؤكد أن هذا الصنف من السيارات يستعمل أيضا البنزين في حالات كثيرة خصوصا عند رفع السرعة أما فيما يتعلق بوضعية السيارات التي يشتغل محركها بالغازوال أو الديزل والمستعمال الآن بالمغرب أوضح المتحدث أن صلاحيات استعمالها أو عمرها المفترض لن يتجاوز عشر سنوات على الأكثر على حد تعبيره كما أن السيارات التي تم تصنيعها في المغرب سيشتغل محركها فقط بالبنزين الخالي من البلومب كما أشار إلى ذلك مصدر الجريدة الإلكترونية وعند واعي هذا القرار قال المتحدث أن الأمر يتعلق بموقف عالمي وليس وطني أو إقليمي حيث أن الاختيار يتعلق بالتحديات البيئية التي تواجهها الكرة الأرضية